شرعت أوكرانيا والدول من حلف الناتو في تنفيذ منورات درع البحر العسكرية المشتركة في البحر الأسود وأفاد المكتب الصحفي للحلف في بيان له بأن 14 سفينة حربية رومانية إضافة إلى 6 سفن من بلغاريا وكندا واليونان وهولندا وتركيا وبمشاركة 2200 عسكري بدأت بتنفيذ مهام قتالية مشتركة في منطقات البحر الأسود وذكر البيان للحلف أن المناورات تستمر حتى 13 من شهر نيسان المقبلة